على قدم وساق يواصل العاملون في البرنامج الانشائي استعداداتهم للتسليم النهائي للكليات الست إلى إدارة الجامعة البرنامج بدأ بتسليم مباني الطالبات وذلك لإحتوائها على مكاتب هيئة التدريس والموظفين بدأنا الحمد لله حسب خطة التشغيل المعتمدة من مجلس الجامعة نستلم المباني لتجهيزها للتشغيل الأكاديمي عندنا طبعا مواضيع بالإنشاءات تستلم مباني من ناحية إنشائية بعدين تبتدي تشغيلها أكاديميا اللي بدأنا فيه كان من حوالي شهر كلية التربية مبنى الطالبات وكلية الأداب والحمد لله لأسبوع الإطاف كان عندنا العلوم الحياتية والعلوم الإدارية وأمس كان عندنا كلية العلوم وإن شاء الله الأسبوع القادم يوم الخميس كلية الهندسة لماذا بعدين بكليات المباني الطالبات؟ لأن المباني الطالبات هي الأكبر حجما وهي اللي فيها مكاتب الأعضاءها التدريس والموظفين والإداريين مرحلة الاستلام تعقبها مرحلة تتمثل بأخذ الملاحظات ثم بعد الإنجاز تسلم إلى إدارة الجامعة فالكلية ثم عملية الانتقال مكتب ناعم مدير الجامعة للتخطيط مع فريقة في فرق عمل مسؤولة عن كل كلية وكل الكليات في مراحل الانتقال يعني جهزوا كل الاحتياجاتهم للانتقال كان من عضاءها التدريس أو موظفين أو عامليين وعندهم خطط لكل قسم بكل كلية ووقات زمنية معينة للانتقال لهذه المدينة وحسب الخطة المجدولة تبدأ مرحلة الانتقال الفعلي في شهر يوليو المقبلة وتحديدا عند انتهاء الفصل الصيفية